اللي حصل المبارات الإسماعيلي وفي مبارات الجونة هل هو على سبيل الصدفة بمعنى احنا كنا قبلها شفنا موسيماني ويا ريته على ظهارنا برضو سامين وحنا بنتكلم كان موسيماني يجي زار قطاع الناشئين 3-4 ايام افتكر وورا بعض فواضح ان كان هناك ترتيب لحاجة معينة فده واضح دلوقتي احنا مكناش عارفين احنا قلنا ايه هو اجازة وفادي فما يعني الناس كلها كتبت كده والله لكن دلوقتي من الواضح ان هناك شيء بيتم كان بيتم طبخه عشان يظهر كده بص في حاجة اسمها قطاع كورة القدم في نها دلاله نعم كل الناس بقى بتشغل جوة القطاع ده بتسلم بعض اوكي يعني افهمها زي ما انت كده بقى هي كده اوكي افهم ازاي ما ينفعش ان التفاصيل ما ينفعش ان اتكلمك كتير بس في الاخر انت الناتج ده شايف كلنا متوصلين بعض كاب شطة وواصل معي وانا واصل مع كاب سايد وموسيماني متواصل مع بروكتشو ففيه كلام وفيه حوارات وفيه كل حاجة معمول حساب يعني احنا ما بنشتغلش للصدفة يعني كل المباريات اللي بتتصور لزيارة طبعا موسيماني اللي قطاع النشئين طبعا الترتيبات بتبقى يعني احنا حطين البلان ومشيين عليه والحمد لله اذا ما كابتن موسيمان كاب بيكلم ان احنا الامور بالنسبة لنا هي امور مرتبة مش امور بصدفة احنا ما بنشتغلش يعني عشان محدش يقولك ايه اصلي انتم عملتوا كده علشان يعني اولا يا جماعة برضو احنا نتكلم انا قلت حتى الكلام ده في الانترو ان انت عشان اللاعب الناشئ يلعب مع الفريق الاول يجب ان يتم تغيير الصفة من هاوي لمحترف صحيح صحيح وده ذكروا كابتن محسن برضو لكن هل انتم كنتوا يعني الفيجن او الرؤية كنتوا شايفين ان ممكن العشرين او التلاتين للكابتن محسن وحضرتك اتكلمتوا عنهم هم اللي حيبقوا مستقبل النادي وهم اللي حيبقوا النادي بيبص عليهم خلال الفترة اللي جاية اللي حيكمل حيكمل اللي حيتباع حيتباع اللي حيوعار حيوعار انت بتجهز شغلك في قطاع اللي ما هو مناسب للفريق الاول عشان اول اما رفريق الاول يبقى محتاج لعيبة يبقى اللعيب اللي عمك يقدر يلعب على طول مش يروح يتجهز لا يروح يلعب يقدر يروح يلعب فالترتيب جاي من فوق لتاعت فالدنيا مترتبة بهذا الشكل بهذا الشكل لان انت بقولك مش بالصدفة يعني انت هتلاقي كل الداة بتاعتنا رايحة في الاتجاه واحدث انت عارف مين اللي عندك واللي عندك ده بيتجهز ازاي والشغل اللي بياخده بياخده ازاي فالمنظومة كلها مرتبة لان انا عارف ان انا عندي مش عايز اذكر طبعا اسماء لعيبة اللعيب ده هو راح فيه فانت مش مش اللي هو النهاردة خده ما بتنقيش يعني انت عايز تقولي دلوقتي ان انت في مجموعة من اللاعبين يعني حضرتك بتعرضهم كناشئين او موسيماني بيجي بص عليهم او المدير الفاني بيجي بص عليهم بيبقى معروف ان المجموعة دي هتكمل المجموعة دي ممكن هيتم اعرضها وبيتباحهم وبيتباحهم ومعارف كل خلاص ما بيخش بقى على الرقم ونحن بقولك انه هو بيجي وبيتفرج وبيشوف يعني كمان وتابع المتصوقة كل حاجة يعني انت انا زي بقولك انت مش شغال بصدفة انت شغال دلوقتي حسب منظومة وحسب ترتيب انت عارف انت راح فيه وعارف انت احتياجاتك ايه من الفريل الاول فبيتجهز اللعيب انه هو يقدر ازاي يا لما يحتاجه الفريل اول يبقى موجود عشان كده شوفنا اللي احنا شوفنا في الاسماعيلي والجول اه الحمد لله يعني طبعا بتبقى مبسوطة يا خالد قبل بس ما يعني انا كنت يعني انا بداعي ان احنا قريبين شوية من بعض فانا كنت بكلمه حس انه هو اه حسنت انه هو متوتر قلت له طب خلاص انا حقفل دلوقتي هل ده حقيقي يعني هل انت كنت متوتر الآن اه كان واضح عليك بص اي حاجة كنت هتحصل يعني يعني كنت انا اول واحدة يعني طبعا يعني طبعا انت عارف المكسب ليه طب انما الخسارة هو انت كنت اللي هتشارها صح بس طبعا يعني انا برضو في الفكرة دي انت مش علام برضو لان انت بتشغل مع دارة وعية دارة عارف انت بتشغل ازاي وعارف السيستم اللي احنا ماشيين عليه وحتى كنت موسين قالك احنا كنا يعني البلندا محطوط لفترة اطول يعني الحمد لله يعني ديف بحاجة كرم من عند ربنا انه هو ظهر بسرعة لسه فيه شغل كمان يعني اللي انت شفتوه ده ماشيين كابتل محسن مثلا ايه هالحاجة كده فالنص فالنص كده هو اه اه انما اللي احنا شفنا ده عشرة في المية من اللي متجهز للقطاع يه اه يعني فيه حاجات كتير قوي محطوط احنا شغالين عليها وملفات مفتوحة في اتجاهات كتير جدا ومصراحة كابتل مدي مدي اولوية للقطاع النشئين في شغل كتير جدا وفي دماغه فيه افكار كتير ايه واحنا يعني شغالين عليها كاتم حسن قاله حاجة كده قال حاجة كده سريع قال حاجة على المدربين بس هو فيه كزم الهف مفتوح وان شاء الله يعني بيكمله يعني في الفترة هو دايما ندلق لي كده لما بيكمل كان خلص يعني يعني خلص اه شغالين عليه بشكل قوي جدا وانتهى يعني تبودا هستفيد منه للأهل ازاي موضوع المدربين ده تحديدا لا انت فكرة ان انت عندك يعني مجموعة كبيرة مدربين في اقطاع النشئين واقطاع البراعم واقطاع الأكاديميات صح فدولا مجموعة مدربين كتير جدا واحنا كلنا بناخد من بعض يعني انا سنة دي لما جيت اشتغلت اول حاجة ففكر فيها هو مدرب الأكاديمي صح كده انت بتربط او بداية الربط يعني يعني احنا خلاص لما بيجي بتفكر في في العيب بفكر في الأكاديميات اول اولوية بالنسبة لها الأكاديميات لانهو بياخد نفس الشغل اللي احنا الناس كلها بتوبع عايزة تفصل ماياخدش حد من الأكاديميات يعني هو عارف انت الحرب انما انت لو اي لعيب مميز في اي حتة احنا بناخده تضمه للقطاع ولأ وعيد كده الغد لو جبت من اللعبة الكبيرة دي فيه لعبة كتيرة جدا من الغد الوقت في القطاع وفي الفريق الاول كلهم من الأكاديميات فانت بتبص على المدرب بتاع الأكاديميات ده انهو اولى حاجة انهو يخش القطاع او لما حد هو طريق والقطاع ما انت بتجيب مدرب الأكاديمية عشان يتمرن وخلاص لا انت بتجيب واحد بتتأهله كويس قوي عشان بعد كده تستفيد منه فانت احنا السنة دينا فرصة للمدربين بتوع الأكاديميات هم موجودين في القطاع دينا فرصة للدكاترا اللي بياخدوا من الأكاديميات هم موجودين في القطاع وبالتالي احنا السنة دي في فرصة من المدربين اللي في القطاع يطلعون فريق الأول الدكتور بتاع الرئيس الجهاز الطبي للفريق الأول هو دكتور من القطاع نشئي النادي لها فانت المنظومة كلها ماشية في سيستم واحد مش مش كل حاجة مش حيصة يعني لا كل حاجة مترتبة احنا كلنا بنشتغل علشان حاجة واحد هو النادي بنتعاون بس كلنا في سياسة واحدة شغالة انما انت في الاخر مش مش بالصدفة كل حاجة مرتبة